السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله باذن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب واضح اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح اللي تم عرضها منح وفرص موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة وكنا اتكلمنا كمان عن سلسلة فرص التطوع والسفر الخارج واعرضنا اه مواقع تقدر تبحس اه من خلالها عن فرص عمل وتلاقي الفرصة المناسبة لك وكمان كنا اتكلمنا في فيديو عن كيف تستثمر وقتك في الربح من الانترنت وازاي انت كطالب ممكن اه تشتغل بجانب دراستك اه من البيت وكنا اه اتكلمنا كمان عن فرصة التقديم والقول فيها حصرا عن طريق قناتنا وهي كانت فرصة تطوع في بيتنام شاملة معظم التكاليف وتم الاعلان اه عن الفايزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معانا فرص قادمة اه التقديم والقول فيها حصرا عن طريق قناتنا وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة يا ريت تعمل وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة وحب نوي كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب اقربنا على الفيسبوك وكمان روابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنذكرها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو طيب عشان ما تقولش عليكم كتير اه خلينا نتكلم عن الفرصة بتاعت النهاردة وهي فرصة زي ما قلت او منحة ممتازة جدا منحة في دولة اوروبية اه شاملة معظم التكاليف يعني هتكون حاجة اه كويسة جدا مفيدة للجامعة ان شاء الله طيب خلينا نتعرف على التفاصيل كده بيقولي هي منحة جامعة امستردام تمام يبقى المنحة دي مقدمة من جامعة امستردام اه الدولة اللي موجود فيها المنحة دي هي دولة هولندا طبعا دولة اوروبية ودولة ممتازة جدا الجامعة المنحة او اسم المنحة اه اسم المنحة امستردام ايس تمام ده اختصار اه اللي بتقدمها جامعة امستردام طيب بالنسبة بقى للتمويل بتاع المنحة دي المنحة دي بتشمل ايه او بتقدم لك ايه المنحة دي ممولة بشكل كامل انت كل سنة هتاخد خمسة وعشرين الف يورو سنويا يعني كل سنة هيبقى ليك خمسة وعشرين الف يورو الخمسة وعشرين الف يورو دي انت هتستعملها ازاي هتدفع منها مصاريف الدراسة بتاعتك وكمان هتدفع منها يعني المصاريف المعيشة بتاعتك زي الاكل اه السكن كل الكلام ده ومصاريفك الشخصية فالخمسة وعشرين الف يورو دي كافية جدا وكمان ممكن تتدخل منها كافية جدا انك تدفع مصاريف الدراسة بتاعتك في الجامعة وكمان مصاريفك الشخصية في هولندا. تمام? فيعني الفرصة دي او المنحة دي ممتازة جدا. اه المرحلة الدراسية المتاح لها المنحة دي هي متاحة على درجة الماجستير. تمام? يبقى غير متاحة لدرجة الباكلاريوس او درجة الدكتوراه. متاحة فقط لدرجة الماجستير. الدول المتاح لها التقديم كل دول اللي عالم. كل دول العالم متاح لها التقديم في الفرصة دي معادة ازا انت كنت اه من داخل الاتحاد الاوروبي غير متاح لك. يعني اي طلب متاح لي ولكن من خارج الاتحاد الاوروبي او من خارج هولندا. تمام? اخر معادة للتقديم في الفرصة دي هو مختلف على حسب التخصص. يعني كل تخصص في المنحة دي مختلف ليه. ديدلاين مختلف. ولكن بالنسبة كبيرة معظم التخصصات هاتيفل فيه خمستاشر يناير الفين وعشرين. تمام? او المنحة دي اه التخصصات اللي فيها التقديم نية هيخلص فيه خمستاشر يناير الفين وعشرين. وطبعا فيه اه يعني تخصصات تانية ممتدة لأكتر من كده. طيب عشان نتعرف بقى في طبعا كده فيه تفاصيل اكتر. يعني انا لسه ما تكلمتش عن التخصصات. لسه ما تكلمتش عن المتطلبات والشروط وايه الاوراق المطلوبة في المنحة دي. انا خليت الشرح بتاع المتطلبات والتخصصات والكلام ده كله يكون افضل من على الموقع الرسمي للجامعة عشان اوضح لكم كل التفاصيل كاملة. يعني لسه معنا تفاصيل جاية كتير. فحاول انكم تتابعوا الفيديو الاخر عشان كل دقيقة مفيدة في الفيديو ده. طيب عشان نتعرف بقى على باقي التفاصيل. اه هندخل على اللينك ده تمام في اه تفاصيل وطريقة التقديم. هتضغط عليه عشان يفتح معاك باقي التفاصيل والموقع الرسمي للمنحة. هيفتح معاك بالشكل ده. هنا بقى بيقول لك اه نبزع للمنحة بيقول لك ان الجامعة دي تمام دي جامعة امستردام بتقدم منحة. المنحة دي بتمويل خمسة وعشرين الف يورو عشان تغطي لك اه مصاريف الدراسة ومصاريف المعيشة. يبقى ده الاعلان الرسمي. وزي ما قولنا المنحة دي اي اي اس اللي هي ده الاختصار الرسمي لاسم المنحة. طيب تعالي التخصصات. المنحة دي بتتكفل بتخصصات ايه? قال لي كل التخصصات اللي بتقدمها الجامعة بتاعت جامعة امستردام. كل التخصصات الموجودة في الجامعة انت متاح لك التقديم عليها. يعني مسلا زي تخصصات اا الاقتصاد ااااااح Mohoray العلوم. فيه تخصصات كتيره. وطبعا مش دي التخصصات الاصلية. يعني كل كلية من دول فيها تخصصات فرعية. يعني على سبيل المثال مسلا لو ادخلنا على الحواق مسلا. تمام? ندخل مسلا على كلية اا الا الحقوق فبيقول لك فيه تخصصات جواها تانية تخصصات فرعية زي دراسة مثلا اه الحقوق الدولي او مثلا التمويل والحقوق هكذا يعني تمام يعني فيه تقدر تختار التخصص الفرعي اول حاجة المجال الفرعي اللي انت عايز تدرس فيه يعني مش بس اه الكلية الحق بشكل عام لا تخصص فرعي تقدر تختار تمام يبقى انت نرجع تاني هنا سريعا كده هنا دي التخصصات تحاول تخش لكل تخصص وتعرف شروطه ايه وركز معي في اللي انا اقوله دلوقتي هنا الموضوع مختلف في طريقة التقديم للجامعة دي لان كل تخصص وليه شروطه كل تخصص وليه اوراق اه مطلوبة فيه كل تخصص وليه معات تقديم مختلف فمثلا انا لو خدت على سبيل المثال وتكلمت عن الحقوق ده مش هتطبق على الباقي كله ولكن انا اللي هشرح مثلا دلوقتي هشرح على ازاي تقدم مثلا على تخصص الحقوق او كلية الحقوق في جامعة امستردان فانت لما تيجي هتمشي على نفس الخطوات اللي انا همشي عليها بس هتقرأ كل شرط خاص بالتخصص اللي انت هتبقى فيه لان الديدلاي مختلف الشروط مختلفة الاوراق مختلفة بس مش مختلف اختلاف كبير يعني بتتفي في حاجات كتيرة ولكن اختلافات طفيفة ايه طيب لو مسا هناخد على سبيل المثال الحقوق هندخل عليها عشان اه نتعرف هنختار اي برنامج وازاي ممكن نقدم ليه وده زي ما قلت اللي انت هتعمله هنا او اللي انا هعمله هنا دلوقتي هو اللي هيمشي على باقي التخصص او التخصص اللي انت هتختاره فمسلا الا لو اختار مسلا التمويل والحق مسلا اخترت التخصص الفرعي ده انا عايز ادخل واعرف التفاصيل بتاعته وازاي ممكن اقدم ليه تمام? فهنا بيديك نبذة عن التخصص وبيقول لك ان بتاع التخصص ده واحد ابريل وهنا ده يعني شرح على التخصص والتخصص ده ممكن يفيدك ايه وكل الكلام ده. طب انا عايز اعرف بشكل اكبر عن التخصص وشروطه. اعمليه. هتيجي هنا عند كلمة وتضغط عليه. هتلاقيها موجودة هنا في الجزء ده فوق في جماعة التخصصات في اي تخصص انت عايز تختاره. هتضغط على كلمة عشان يدخلك وتعرف اه كل التفاصيل عن التخصص ده. هتلاقي هنا يعني هتطولك او اه او هنا بيسألك سؤال بيقول لك في الاول هل انت طالب دولي ولا طالب هولندي? تمام? فمسلا هتختار انك طالب دولي. عشان يدخلك على المرحلة اللي بعدها. هنا بركز معي هتلاقي هنا مجموعة اسئلة. الاسئلة دي هتسهل عليك. يعني بيقول لك ازاي ممكن تقدم. تمام? ازاي انت ممكن تقدم للمنحة دي او للتخصص ده وايش شروط. اول حاجة نفحص الديدلاين. الديدلاين بتاع الفرصة دي هو اه واحد ابريل الفين وعشرين. يعني انت متاح لك تقدم اه لحد واحد ابريل الفين وعشرين. ولكن بيقول لك لو انت هتقدم لمنحة تمام? هتقدم لمنحة اه او منح تانية موجودة داخل الجامعة دي. فانت اخر معادي للتقديم هو خمستاشر يناير الفين وعشرين. يعني لازم خمستاشر يناير الفين وعشرين تكون قدمته. هو التخصص اخره لحد واحد ابريل الفين وعشرين للناس اللي هتدرس على حسابها. انما الناس اللي عايز تقدم لمنحة يبقى اخر معاية خمستاشر يناير الفين وعشرين. طيب. افحص بقى متطلبات. يعني التخصص ده ايه متطلباته? يقولك متطلباته انك تكون معاك درجة في الحقوق. يعني انت تكون مسلا درست في الحقوق ما تكونش درست في الطب مسلا او الهندسة. لا درست تخصص مرتبط بالمجال ده. اه يكون معاك تقدم بتاعك دي الاوراية المطلوبة. يكون معاك شهادة لغة انجليزية. وركز معاك في النقطة دي. وهنا حطين اه المتطلبات بتاعة شرط اللغة الانجليزية. في شرط اللغة الانجليزية لازم يبقى معاك شهادة دولية. عشان ما يجيش حد يقول لي هل هم ممكن يسمحوا بعدم وجود شهادة دولية? لا. لازم تجيب شهادة دولية. زي الايلتس الطيفل. اه اي شهادة من الشهادة الدولية. بيقول لك يعني الايلتس لازم بتاعك اه يكون سبعة ويكون ستة. تمام? والطيفل بقى هكزا يعني الدرجة بتاعته محطوط لكل اه اه لازم تكون جايف في الدليل. طيب اه بعد كده مسلا السؤال اللي بعده بيقول لك بقى لو اه انت عايز تقدم ازاي الخطوات اللي انت هتتبعها عشان تقدم. تمام? بيقول لك عشان تبدأ التقديم. اول حاجة عشان تبدأ التقديم هم عاملين كده زي موقع اه بتخش عليه في جامعات كتيرة غير جامعة فانت لازم الاول تقدم على الموقع ده او تدخل على الموقع ده وتعمل بروفايل الاول عليه عشان تكمل باقي خطوات التقديم. فده الموقع انت المفروض هتيجي تضغط على اللينك بتاعه هنا. تمام? وتدخل عليه. فاحنا لما نيجي نفتح الموقع هيزهر لنا بهذا الشكل. اول حاجة هزهر لك الموقع بالشكل ده. لما تيجي تضغط عليه. اول ما تيجي تضغط على الموقع ده هزهر لك بالشكل ده. الشكل ده بيقول لك ايه? بيقول لك يا تعمل لو انت اه يعني عندك ايميل وباسورد على الموقع او انت كمستخدم جديد. طب انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل وبسورت هتعمل ايه? هتيجي تضغط على كريت اكاونت هنا تمام? عشان يدخلك وتملأ البيانات. اول ما تدخل دي الصفحة اللي هتظهر لك هتظهر لك بالشكل ده. تمام? فيها اه حوالي اربع خانات انت مطلوب منك انك تملاهم. في الاول بيسألك عن اه يعني معلوماتك الشخصية اسمك اه الجندر بتاعك تاريخ ميلادك اه الجنسية بتاعتك الدولة اللي انت عاد فيها وهكذا. بعد كده بتخش على الخطوة اللي بعدها اللي هي الادرس. تمام? نقطة دي او الجزء ده. وتكتب الدولة اللي انت عشفيها حاليا تكتب المدينة اه البوست كود بتاعك وهكذا. بتخش بعد كده على الخطوة التالتة اللي هي وسائل التواصل معك. وتكتب الايميل بتاعك. لازم تكتب الايميل ده صح عشان هتوصلك رسالة على الايميل. وتكتب الباسورد. وخلي بالك ان الباسورد بيحتاجه فيه تكتب ارقام وتكتب كمان حروف اه انجليزية. يكون فيها اه حرف وحرف سمول. وكمان تكتب يعني تكتب اه حروف خاصة زي مسلا تكتب العلامة مسلا اه شباك دي او مسلا تكتب المية اه اللي هي مية في المية مسلا او هكذا يعني تحط علامة تمام? اه وهنا تكتب رقم التليفون بتاعك وبعد كده تضغط على كلمة ناكست تمام? هيضخلك بعد كده ويقول لك هل متأكد ان البيانات دي بتاعتك صح? فبتضغط هنا بتعلم هنا على الجزء ده وبتعلم على الجزء ده وبتعمل كريت اكاونت. طيب انا كده اعتبر عملت كريت اكاونت اللي بيحصل فيه بقى دلوقتي لما بتضغط خلال كلمة كريت اكاونت بتوصلك رسالة على الايميل بتاعك. الرسالة بتكون بالشكل ده تمام? رسالة اللي هتوصلك هتكون بالشكل ده. الرسالة دي بيقول لك ايه بيقول لك فيها كود تفعيل او رابط تفعيل لازم تضغط عليه عشان تفعل الاكاونت بتاعك وعشان تقدر تفتح اللاكاونت بتاعك هتيجي تضغط على تفعيل لا هو هكتفات اكاونت. فانت لما تفعل ابتاعك هزرلك الصفحة بالشكل ده. آآ طبعا لازم تعمل تسجيل دخول هنا بالايميل والباسورد اللي انت سجلتهم. تمام. يبقى لازم 해 تحط الاميل اللي انت سجلته وبعدين تضغط على كلمة لوجين. تمام? لما تضغط على كلمة لوجين هيفتح لك الصفحة بهذا الشكل. ده بقى الابليكيشن تمام ان المفروض انت هتكمله وبعد كده هنشوف بقى الخطوات طيب اول حاجة هنا مطلوب منك انك يعني يتأكد البرنامج او تختار البرنامج اللي انت عايز تدرسه في هذه الجامعة اول حاجة انت بتبحثين عن البرنامج لان انا زي ما قلت الموقع ده خاص بجامعات كتير جدا في هولندا فبالتالي انت لازم تختار انك مثلا عايز جامعة هنا امستردام وانك مثلا عايز تخصص تمام يعني اللي هو التمويل والحقوق فانت بقى بتعمل هنا على التخصص ده وهنا بيزهر لك كل يعني كل النتائج بتاعت البحس بتاعتك في جامعات مختلفة لو جينا بصينا في اخر بحس هنلاقي فعلا ده التخصص اللي احنا عايزينه في جامعة امستردام تخصص المصدر اه تمام درجة المصدر فيه تخصص الحقوق والتمويل فانا خلاص عايز اقدم للبرنامج ده هتيجي تضغط على كلمة سلكتان عشان تخش على الخطوة اللي بعدها هنا ما محتاج منك التفاصيل اكتر آآ عن البرنامج يعني هنا بيقول لك آآ انت اخترت البرنامج ده واخترت التمويل هل موافق انك آآ تبدأ من السنة الاولى تمام آآ هتبدأ مسلا في واحد سبتمبر الفين وعشرين فتقول له تمام وبعد كده تضغط على كلمة دي او يعني خلاص انت مأكد وبعد كده تضغط على كلمة عشان ادخلك على الخطوة اللي بعدها طيب هنا هيفتح معايا فبيقول لي هنا ما عندكش اي رسالة او اي اسئلة انت ممكن تجاو علىها دلوقتي تضغط على كلمة عشان تخش على اخر حاجة وهي انت كده اكدت البيانات بتاعتك واكدت التخصص اللي انت عايزه تمام وبعد كده تضغط عليه علامة صح وتضغط على كلمة لما تضغط على كلمة كده انت يعني بالتأكيد فعلت الايميل واي كده انت قدمت ليهم فبيقولك كي بيقولك تمام يعني انت كده خلاص تم تسجيل طيب ايه المراحل المفروض بقى هتحصل بعد كده بيقول لي بعد كده هيوصلك كود في خلال 24 ساعة يعني في خلال 24 ساعة تمام هيوصلك كود اللي هو هنا في برضو شرح هنا اا مفصل اكتر وهنا هتلاقي التفاصيل اهي تمام بيقولك في خلال 24 ساعة يعني دي الخطوة الخمسة اا هيوصل لك كود تفعيل الكود ده انت هتسجل بيه دخول او الابليكيشن ده انت هتبدأ تدخل ليه وتبدأ تملى بقية البيانات يعني فيه بيانات اضافية بسيطة اه وطبعا تحمل الاوراق بتاعتك اللي هي زي السي في مسلا زي اشارة اللغة وتحملها وتحطها هنا اه طبعا بيقولك فيه رسوم اه للتقديم ليه الجامعة رسوم دي 100 يورو اه طبعا هي دي جامعة اه ونفس سيستم التقديم بيسري على الناس اللي بتقدم منها والناس اللي بتقدم بشكل طبيعي اه من غير منحة فبالتالي انت الميت يورو دي انت مطالب بها سواء انت بتقدم للمنحة او اه انت بتقدم عادي للجامعة تمام من غير منحة اه واصلا انت لما بتتقبل في الجامعة خلص بيتم تلقائي احتسابك على المنح بتاعت الاي اي اس اه طيب وزي ما كنا وضحنا دي الاوراق المطلوبة هتعمل حد اقصى خمسمائة كلمة اه هتعمل هيكون معاك شهادة اللغة تمام اه ويكون معاك الكشف الدرجات والسي في بتاعك وكل الكلام ده ولو اه شهادة اللغة بتاعتك مش متوفرة معاك في الوقت الحالي او لسه انت مسلا هتعمل شهادة اللغة تقدر انك مسلا ترفق شهادة اللغة فيما بعد يعني هم مش هيحتاجوا منك الاوراق دي اه كلها دلوقتي ممكن انت تقدم عادي ومسلا قبل ما تتقبل او مسلا على اه شهر تسعة الفين وعشرين هيكون اه بداية الدراسة فانت ممكن مسلا على شهر سبع الفين وعشرين تكون الشهادة بتاعتك جهزت بتاعت اللغة فبالتالي انت مش مطلوب منك اوي دلوقتي انك تحط اللغة يعني كانت معاك الشهادة تمام ما كانتش معاك تقدر انك تجهز نفسك من دلوقتي وتعمل شهادة اللغة اه بعد كده بقى بيقول لك دي اه باقي التفاصيل بعد كده انت بتستنى اه يجي لك الرد بقى بالقبول او الرفض اه بعد كده بتجهز الاوراق بتاعتك تبعتها لهم الاوراق بتابعتها في شكل هارد كوبي تمام للعنوان ده اه وبعد كده بقى طبعا خلاص انت لو تم قبولك في الجامعة يبقى انت تم قبولك في المنحة مش هتدفع اي تكاليف هم هيدفعوا لك كل حاجة وبعد كده تبدأ تجهز اوراقك للصف يبقى دي خطوات التقديم سهلة وبسيطة جدا انا حاولت على قد مقدرة ان اشرح لكم الفرصة واكون ملمة بكل حاجة انا كل فرص بحاول ادخل على طريقة التقديم بتاعتها وتعرف عليها بشكل اكبر عشان اجيب لكم معلومة بالزبط واوريكم ازاي تقدروا تقدمو اه بشكل اه صحيح تمام اه اتمنى يا رب تكون من حديق عجبتكم وان شاء الله باذن الله تكون مفيدة لكم وان شاء الله موفقين ومبابلين فيها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته